بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود عاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنه أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذه أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من متي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من متي كتابه بشماله فيقول يا نيتني لموت كتابية ولمدر ما حسابية يا نيتا كانت القاضية ما أغنى عني مانية هنك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هامنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض نقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم